عودة لكم مشاهدين الكرام المشاكل الصحية برمضان عادة في الشهر الكريم تكثر المشاكل الصحية اللي يتواجهنا خاصة مع بداية شهر رمضان مثل الدوخة آلام المعدة عادة ما تصيب البعض في فترة الصيام فما هي أبرز تلك المشاكل الصحية الحديث حول هذا الموضوع دعوني يرحب بضيفتي من داخل استيديو استشارية طبعة إلى الدكتور انتصار الهندان شاء الله يا دكتورة دكتورة بالبداية لو بنسأل عن الأسباب اللي تأدي إلى زيادة بعض المشاكل هل هو شيء نفسي البعض يعتقد أنه مجرد أن يصوم يشعر بهذه الأمراض ألم المعدة الصداع وغيرها رح أسألش عادة الواحد لما يصوم هل في أمراض تزام من الصيام ولا لا رح أسمع منه شيء لإنجابه لكن خشوف التقرير هذا مع بعض البداية دكتورة هل فعلا هناك أمراض معينة تصاحف فترة الصيام ولا هو شيء نفسي أحنا نعتقد أول شيء أحب أهني المشاهدين وهني يكون بقدوم الشهر الفضيل إن شاء الله على الأبواب وكل عام أنتم بخير مقدمين طبعا هذا أكيد شيء صحيح هي أعراض طبعا مو أمراض بس أعراض تصيب الشخص وهذا شيء طبيعي لأنه أنت مثل ما وضحوا الجماعة بالتقرير أنه فجأة قاعد يتغير عليك النظام كله طبعا من أهم الأعراض الصداع الصداع لأن الناس متعودين أن يشربون شاي قهوة منبهات طول اليوم فجأة ما كوا هالأشياء قلة شرب الماء هذه تسبب الأعراض الجفاف يعني العطش والجفاف التوتر بالذات عند أخواننا المدخنين فجأة ما كوا زقاير ما كوا تدخين أكيد راح يكون فيه توتر فأغلب الأعراض صحيحة طبيعي طيب طرق التغلب على هذه الأعراض البعض يقول لك والله أنا يمكن أكون متعود فترة الظهر بالدوام شاي وغيره وقهوة أخفف قبل رمضان خمسة أيام أقلل شون مفروضني أسوي عشان أتغلبها أخوة المفروض أن يكون فيه تجهيز قبل رمضان يعني مثل الفترة اللي احنا فيها الحين أو حتى قبل شوية موضوع الشاي والقهوة هذا وايض ضروري شلون تقلل الأعراض أنك تهيئ نفسك قبل فترة من رمضان أنه تقلل الكمية أول شيء وتغير مواعيدها يعني إذا أنت متعود تأخذ قهوتك وايض مبتشر الصبح كل يوم يعني أخر ساعة يعني بدل لا تأخذها مثلا ساعة ثمانة الصبح أخذها تساعة 10-11 لما توصلها المفروض أنك خلال هاليومين ثلاثة أنت واصل لي المغرب تأخذها بعد صلاة المغرب يتعود الجسم بهالثم يوم يتعود يعني مثل ما قلنا الحين إحنا صار الوقت يجمزنا لأن رمضان إن شاء الله وائد يقريب بس مهما كان أحسن من أنك فجأة تقطع عن المنبهات وانت متعود في أشخاص أكثر تأثر في فترة الصيام أكثر عرضة لهذه الأعراض الأمراض لصاحة التعبير قصدي في ناس لازم يراجعون الطبيب في ناس ليصاموا نقولهم طبيعي جدا أنك تشعر بمثل هذه الأعراض طبيعي جدا يمكن تشعر بأكثر من ذلك لا هو في عندنا نوعين النوع ناس الطبيعيين اللي ما عندهم أي أمراض اللي قلنا هذه الأعراض مجرد أنك تهيئ نفسك قبل رمضان بسبوعين ثلاثة رح تكون أمورك طيبة حتى لو يعني مثلا بالسبوع تصوم لك يومين تعويض الجسم تهيئة طبعا وفي جزء من الناس لا هذي لها مرضى هذي لها يعني عند ضغط عند سكر عند ربو عند مثلا مشاكل الكلة هذي لها لازم يراجعون طبيبهم لأنه رح يحتاج يعني متابعة خاصة حق هالشهر على أساس أنه يعرف شنو لازم يسوي شنو ياخذ أدويته لأمور هذا الكبار بالسنة عسى رب يحفظهم البعض منهم يمكن يصر حتى لو قال الطبيب أنت اللي صيام خطر عليك يقول أنا بحاول لني أسوم وإذا تعبت بفطر زين هالشي ولا مو زين طبعا هذا يقرر الطبيب الطبيب مو المريض نفسه لا مو المريض الطبيب يقرره إذا كان خطر هذا يعني هذه مشكلة كبيرة طبعا الفئة اللي خطر عليهم للصيام هما فئة تعتبر أكيد مو قليلة عندنا بالكويت مرضى سكر اللي هما مرضى سكر اللي على إنسلين هذي لشوي خطر عليهم لأنه محتاج ينظم السكر عن طريق الإنسلين والإنسلين إذا أخذها الشخص لازم يأكل فهذي لشوي يعني السألة وايد خطرة وأغلبهم ما يقدرون يصومون اللي يأخذون يعني أكثر من مرة باليوم في ناس يعني عندهم جرعات متكررة يعني مو جرعتين اللي جرعتين ممكن ممكن يصومون بس اللي أكثر من جرعة هذي لما يقدرون لأنه ممكن يأخذ الإنسلين ما يأكل على ابو النصايم ويطيح بغيبوبة سكر وهذه مشكلة وايدة كبيرة طيب الصداع الآن شنو شنو حل وانا صايم شنو ممكن أني يلاقي حل الصيام يعني يقول يوم عادة الكل يصاب بصداع شنو ممكن أني أتعامل مع مع هذا الصداع وانا صايم نفس الوقت شي سوي مثل ما قلنا هي مسألة تعود تعود أنا ما تعود دخل علي رمضان يعني إذا دخل عليك رمضان وأنت مو متعود طبعا الله يعينك أول شي هذا هذا أهم شي بالموضوع خلال فترة الصيام ما بيدك شي خلال حركة رياضة نوم أي أن كان في لها حل يعني حتى لو بتنام وهذا الصداع سيكون موجود بس أنت التحاشا حق باتشر أول شي لازم تكثر سوائل تمام وتكثر الماء إذا أنت متعود أنك تأخذ قهوة أو شاي تأخذه بالليل تمام يعني فترة السحور تأخذ لك مثلا فنيال قهوة على أساس يساعدك لباتشر هذا إذا متعود مو ضرور إذا متعود لا لا مضرور أنا أتكلم عن الناس اللي حوشهم الصداع هو ليش حاش الصداع هو أكيد فيه شيء إنقصه فقهوتك تخليها متأخرة على أساس تساعدك لباتشر ما يصير عندك نقص الكافيين وصير عندك المشكلة النوم طبعا النوم عندنا برمضان وعيد يتخربط السهر فالجسم على ما يتعود على طبيعة النوم اليديدة يعني راح تكون مشكلة يبيلها كم يوم تقريبا يعني أغلب الناس أول أربع خمسة أيام ترى يتعبون بعدين خلاص يمديني من الحين أعدل نوم تي يمديك من الحين يعني من الحين القهوة والشاي أكثر شيء تمام وحق المدخنين الزقائر وإن شاء الله تكون فرصة طيبة لهم أنهم يبقون غلاء رمضان بس النوم يعني أنك مثلا بداية رمضان ما تسهر وايد ما تروح دوامك مواصل في ناس يروحون ومواصلين أكيد بيصدق يعني إذا أنت تروح مواصل ولا نايم لك ساعة ولا ساعتين فحاولوا كثير ما تقدرون أنه يعني تنام وتقعد حق السحور تتسحر وتردد تكمل نومتك مو تواصل لي السحور إذا يعني الحين السحور هم متأخرة أو أذان الفير وائد متأخرة فحاول أنك يعني آدي تنام وتقعد حق السحور ما تكمل سهرتك لي حذرت السحور أيضا دكتورة يمكن من الحانات اللي يعني منها البعض في فترة الصيام بعد الفطور يقول أشعر بدوخة مطبيعية يشعر بدوخة مطبيعية بسبب طبيعة الأكل إلى أكثر أكل لأنه يكثر أكل طبعا قلة الرياضة يعني الناس اللي يروحون يسوون مثلا رياضة قبل الفطور طبعا ما أنصح أنه يكون قبل الفطور فترة طويلة لأنه لازم يعني بجونة احنا الحار وهالفترة يعني من السنة يعني ممكن تسوي قبل الرياضة قبل الفطور بس يفضل بمكان مسكر بالمجمعات ما شاء الله بكل المناطق صار عندنا مجمعات وقبل يعني اتوقتها بحيث أنك ترد من الممشى على الفطورة على الفطورة على طول لأن جسمك رح يفقد سوائل رح تعطي شو رح تتعب فتعبض بالفطورة فلازم على طول يعني يالله يمديك تغسلوا هذا وخلاص يأذي الأذان بس نعلاقتها بالدوخة لأن الجسم يصير فيه خمول يعني أكلك مو منتظم وما قعد تسوي رياضة فمن الأشياء اللي تساعد على قلة يعني تخفيف الخمول قنقول أو الرياضة سواء قبل أو بعد الفطور الشغلة الثانية الأساسية نرد ونكرر شرب الماء يا جماعة السوائل يعني السوائل بروح أدري وايد يعني سوائل نشربها برمضان أنواع الشاي بس الماء لطبيعة ثانية يقول شو دي أشرب ماء بس أشعر أني خلاص اكتفيت يعني توصل مرحلة الماء يصير دقيل في طرق أني أساع يعني ألطف العملية أكثر تلطف العملية أول شي مو لازم تشرب بلاص كامل مرة وحدة خلع على فترات يعني خلع عندك بطل مثلا كل شوي اللي قولتهم عرفت يعني مو إلا تشرب كمية كبيرة مرة وحدة الحين صار في طرق وايد كلنا نشوفها حتى بالبيوت صارت مو بس بالفنادق اللي هو تنكه الماء أي شوية ليمون شم برتقال اللي تحب أنت تحطه بالماء فيعطي طعم فيصير ما تحس يعني ثقيل مثل الماء العادي إنه ما في طعم لأ يشهيك على الماء أكثر يفتح شهية شنو ممكن أستخدم كبديل على الماء مو شي صحب يعني قلوك أنا أحط جسمي دكتورة قالتلي أحتاج سوائل شربة سوائل العصير سوائل مشروبات الكلة ويعطيك النشاط والنظارة بالجسم كلها غير الماء يعني أنت الحين هذه الطاولة إذا غبرت تقدر تقسلها بعصير برتقال مفيد صح ولا لا بس ما تنظف إلا بالماء جسمنا والكلة عندنا والمسالك البولية دائما تجمع فيها إملاح ما ينظفها إلا الماء فما في أي بديل لا تقول لي والله أنا طول اليوم أشرب مشروبات غازية ولا شاي ولا قهوة ولا حتى أصاير حتى لو هي فرش صح مفيدة ما ما نختلف على الموضوع لكن ما تغني على الماء أيضا دكتور من الأسماب أو الأشياء اللي يشتكي منها البعث في فترة الصيام برمضاني قلت والله عندي عسر هضم ما أنا قادر وأحاول كثر ما أقدر أني أراجع الطبيب في هذا الموضوع ما أنا قادر طيب أعتمد على نوعية تغذية معينة أسلوب حياة معين طبعا أسلوب الحياة والتغذية المعينة هي تغنيك عن الأدوية أوكي ممكن أنت تروح تأخذ أدوية وتريحك شوي بس ليش نلجأ حق الأدوية الوقاية خيرون من العلاج صح مشكلتنا أننا أكلنا كله مقالي يعني وكل شي الدهن وبعد ورمضان يصيرون السمن والأشياء تقيلة زين فالحل يعني بالنهاية باع سنة الرسول الله وآله وسلم يعني باختصار لو أنك تفطر على ثلاثة امرات وماي حتى لو شوية تشربة وتروح تصلي وترجع راح تلقى نفسك شبعت صار ما عندك النهم على الأكل ما أكل كمعادلة دكتور البعض يقول أنا صايم لحي تنعش ساعة أي على الفطور أكل تمرة وماي وشربة فعلا أشعر بالشبع تشعر بالشبع صدقني هذه الأشر دقائق اللي راح صليت فيها ورديت راح تحسنك شبع فراح تقدر تختار الأكل اللي تأكله مو بس خلاص سبعت ولا تأكل لا 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 ما أقولك لا تأكل رد أكل بس راح يصير يعني إذا في خضرة وفي صلطة راح تقدر أنك تحكم بعصابك وتأكلها ما راح تدور الأشياء الدسمة ما راح تقض نفسك على تشريبة زيادة على لزوم يعني سبحان الله الإنسان لما يكون يوعان يفكر بشارة بس إذا كان شبعان يقدر ينتقي يشغل المخة شوية صح أيضا البعض يمكن فرمضاني يحتاج بساعات العمل بقية الغذاء اللي ممكن يعتمد عليها بالدوام لأن عادة ما هي سفرة بيت كل شيء فيها كل شيء متواجد فيها أنا بختان الطلب شنو تنصحين عادة يعني شوف هو أحسن شيء عشان هما يصير عنده عسر هضم ويدوخ وخمول وهو بالدوام إذا اعتمد على وجود التمر كسكريات ترفع له السكر بالجسم والوضاعف في الجسم الماء الألبان هذا أحسن شيء يكون موجود ممكن يكون إذا في أي شيء نشويات يعني والله حطي إلا شوية التشريب ولا هذا ما في مانا حتى المقالة يعني ما في مانا بس تكون بكمية قليلة بس الأساس التمر واللبن والماء وإذا خضرة ولا فاكهة يعني هم هذه من الأشياء اللي تساعدها شبع ما شبع لكن يعني بالنهاية تغني شوية يعني هي تشبع ترى هي تشبع حق القنوع حق القنوع ممكن أن يكون نشبع لكن صيام طويل يعني على حسن من اللي راح قدم للأكل وهو يايبة من البيت ممكن يايبة أقدر أكل فاست فود على الفطور يعني راح تعاني ليش فاست فود معناته دهون أكثر يعني غالبا لحم لحم ودهون مشبعة وميونيز دسم يعطش طبعا هذا إذا بعد على السحور لأنسى بات شري يعني حالتك حالة في عادات خاطئة عادة بربضان ما نسويها ونقوم فيها بقصد أو بغير قصد شنو من العادات اللي مرت عليه شفتيها يا جماعة كيفون أتوونها في البضان عشانكم عشان من أهم العادات أن الناس ما تشرب ما يطول فترة الأفطار ساعات الأفطار وذا يسحور شرب دوكة شرب دوكة كاملة ما رح ينفع ما رح يخزن ما رح تخزن شيء أنت أنت بالنهاية اللي شربتك ليه يطلع ترى يعني يعني الجسم ما يخزن لازم الماي تشربه على فترات يعني كم عندنا احنا خمس ست ساعات احنا فاطرين فيها مثل ما قلنا حط لك بطل صغير كل عود نفس كل ساعة خنقول خلص لك بطل مشكور إذا تخلص لي خمس بطول خلال الخمس ساعات رح تحس أني مرتوي بالصياء هذا رح تحس أنك مرتوي لأن جسمك قاعد يمتصى شوي شوي بس أنت تشرب لتر عبالك اللتر هذا تظل بجسمك ما ظل فيعني هذه من أسوأ العادات اللي يعني لازم الأشخاص يبتعدون عنها الشغلة الثانية الأكل الدسم الأكل الدسم السحور يا جماعة يعطش الأكل المالح الأشياء المخللات على قولتهم عموما الأكل المالح وايد يعطش فوقروا عننا تجهو حق الألبان حق الفواكه مثل الموز يحفظ يعني فيه بوتاسيوم عالي فيحفظ الماء بالجسم موز تاكلك موز مع قلاس لبن مع ثلاث فردات تمر على السحور صدقني ثاني يوم لا تيو ولا تطش البعض ياخذ حل التبرع بالدم برمضان أول يوم ثاني يوم يقولك راح أتبرع بالدم أخفف بالدم عشان الصداع عشان الصداع عشان الخمول وغيرها طبعا نحن نشجح وائد على التبرع بالدم خلال فترة رمضان ليش لأن شوية مستوى المخزون الدم في بنك الدم بهالفترة ينزل لأن عدد المتبرعين يقل فزاه الله خير يعني اللي يتبرع برمضان بميزان حسنات إن شاء الله بس هل هو ممنوع ولا مسموح طبعا خلال فترات الصيام أكيد مسموح أكيد ممنوع ممنوع يبطل مو بس يبطل ما تقدر عليه يعني ما نقدر ناخذ من ناحية الدم ونحن ما رح نعوض سوائل عندهم فترة ما بعد الأفطار يروحون يتبرعون ما فيها أي مشكلة ما فيها أي مشكلة نصيحتش الأخيرة دكتورة اللي عادة ما ترددينها حول الصيام حول ما تقولين والله أول شي أريد أكرر على موضوع شرب الماء بالذات بأجواءنا هذه شربوا ماء خلال اليوم يعني ساعات الأفطار كلها لا تخلونا بس بالليل حاولوا تقللون من الدسم وحاولوا تقللون بمأنه رمضان وياياتنا للقيمات وغيرها من السكريات لأن السكر بعد خطر وائد كبير على صحتنا يعني خففوا ما أقدر أقول لكم الحين قطعوا بعدين برنامج ثاني الطبيعي دكتورة أنه برمضاني قل الوزن ولا يزيد الوزن الطبيعي المفروض يعني المفروض يقل بس للأسف ما قاعد يقل لأنه إحنا قاعد نسوي كلها عادات خاطئة وكميات كبيرة ونوعيات سيئة الأسف فأكثر ناس قاعد يزيد وزنهم بس أهوط المفروض يقل وأتمنى أن أكثر الناس في هذه الفترة يعني تزيد رشاقتهم وتزيد يعني نزول الوزن عندهم والمدخنين الله يعينهم ويقطعون الفتخين يا رب البعض يمكن يستخدم أذان المغرب كبداية سباقة حق الفطور يطلع حرة الـ 12 ساعة كلها فيها الوجبة هذه الوهيدة وهو عندها بعد 4-5 ساعة يقل يقسم وجبة وره يعني عندها كم ساعة يعني ذاك قسمتها بين الفطور وبعد التراويح واللعشة يمديك في ناس ما تفتر على بعد بعد العشة هذين رح تشوفهم رشيقين ممكن حل بالنهاية الأساليب تختلف عندكم في المضان لكن عسى رب يبعد عنكم لأمراض وين ما كنتوا عسى رب يتقبل طاعتكم وصيامكم وقيامكم وكل الشكر لإستشارية طب العيلة دكتورة انتصار الهندال ساشع قوي دكتورة وشكرا على تلبيد وحضورك معنا في السيديو وعطائنا من هذه المعلومات القيمة وصلنا وياكم إلى ختم حلقتنا كنا معكم على مدى 4 ساعات متواصلة من التاسعة وحتى الواحدة ظهرا على أمل أني ألتقي وياكم باتر إذا رب يجعلنا من الحي نشوفكم باتر يا رب لا فاقدين ولا مفقودين